ايه خلاص احنا الحمد لله نصف النهائي كان منشطين وانتهوا بشكل بشكل كويس قوي هنا نتكلم عن زي ما او استاذ جمال الانطبعات الاخيرة وتأثيرها ان شاء الله على المباراة النهائية احنا كلمنا في الانطبع على الحيطة دي كلمنا في جلسة سابقا في حلقة سابقا ان برضو المباراة التانية دي مهمة جدا ان هي هتعبر بصدق عن قد ايه لعبة الاهل يحرسين على اللقب فواضح جدا الحمد لله ان الفرقة متماسكة جدا الهدف قدامه مواضح لعبة الشوطين بتوى المباراتين باحسن مستوى طبعا انا رأيي الشخصي ان مبارات الدار البيضاء كان اكثر متعة يمكن عشان الفوز اغلى صحيح عشان كان فيه يعني انتريستنج يعني جواب الزب فوز اغلى 2-0 هناك لما طبعا الاداء في مبارات التانية في استاد القايرة كان فيه جهد وفيه اسرار على واستهداف للخطوة الجاية وهي اللقب يعني انا مش بقول بس النهائي لا اللقب كمان يعني ان شاء الله يعني دي كانت واضحة جدا لدى كل اللاعبين وتكتيك المسيماني وانه في وقت من اما تطمن على نتيجة كلية للمباراتين ابتدى يسحب بعض العناصر في مهمة جدا زي الشناو ومروان محسن عشان يعني ابتدى يفكر في المبارات النهائية اللقب يعني على قدمه هو قريب جدا للأهلي على قدمه هو بعيد برضو المسألة مسهلة مبارات النهائية ايا كان الطرف الآخر زمالك او الرجاء المغربي فالمهمة صقيلة يعني طبعا عايز اقول ان يعني الاهلي في اشتياق لهذا اللقب اشتياق كبير جدا باله السنين مع اوش وجماهيرهم في انتظاره ويستحقوا يستحق الاهلي يستحق جدا ان يكون على في هذا المتواجب باللقب الافريق السندي وطبعا يعني هيكون هيدي طعم اكثر حلاوة لفوزه ببطولة الدورة يعني المبكرة ويعني مش عايزين نقول العكس يعني ان ممكن ده يحصل العكس لقدر الله يحصل فطبعا تبسط فرحة الدورة بالتأكيد ده وارد جدا يعني ده راسخ جدا انا حاسه راسخ جدا عند العيب الاهلي وعند الجهاز الفني وعند الاضارة